بما أنه اليومين دول فيه كتير من الأحداث العالمية اللي بتشغل وبتشد انتباه كتير من الناس اللي بتحب الكرة الفقرة دي الحقيقة تكون مخصصة عن الكرة العالمية هنتكلم فيها عن ملفات كتير ملفات خاصة بها الانتقالات سوق الانتقالات والصفقات المتوقعة ملف خاص بالمقارنة الجغلة العالم كله وما بين ماسي ورونالدو ودخل معهم طبعا نجمنا المصري دلوقتي محمد صلاح كمان حضرة والموجهات المنتظرة الأسبوع اللي جاي عندنا موجهات معايار ناري الحقيقة يمكن أهمهم اللي يخص الجماهير الكرة في مصر بشكل كبير ليفر بول مع الريال وأيضا كمان وقع الناس كثيرين يشوفها نهائي مبكر وتوقع تكون مباراة تقرية ونارية بي أجي مع باير منشن أنا كمان مستني جدا مشست الستي لأنه أنا من أشد المعجبين بباب جوارديولا ومتوقع الحقيقة أنه السيتي يعمل حاجة ساندي نتكلم على الكرة العالمية والكرة الأوروبية بشكل خاص مع ضفنا دكتور وليد الحديدي ناخد رياضي بالأهرام رياضي ضفنا فيه السادسة بسأل خير دكتور وليد بسأل خير عزيز أحمد تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدين الأهلتي أهلا وسأل محبي نتكلم على العالمية خلينا بس نبتدي بالأهلي وده يهمنا جدا وبما ندي الأهلي الحقيقة وصل للعالمية بأكتر من شكل سواء من حيث الترتيب كواحد من أهم الأندية وأكتر الأندية فوزا بالبطولات على مستوى العالم أو كمان حتى مؤخرا فوزوا ببرونزية كاس العالم للأندية مرضود ده على كل مستويات فنيا واقتصاديا على النادي الأهلي من وجهة نظر حضرتك والله لما احنا بنتكلم بنقول أن النادي الأهلي نادي عالمي أو بيلامس العالمية أو ليه مكانة بين أندية كرة القدم في التوب كلاس في العالم بالنسبة لأرقامه وبالنسبة لمرضوده والعدد بطولاته والحتى الجانب الاستثماري اللي هو بيتميز به على صعيد القرى الإفريقية بشكل كبير فاحنا أكيد ما بنبلغش اللقطة الأخيرة كانت للنادي الأهلي على مستوى التنافس العالمي سواء الفني أو الدعائي والاستثماري كان طبعا فيه كاس العالم للأندية الأخير والفوز بالبرونزية في إنجاز محترم طبعا ومتواصل حقا النادي الأهلي قبل كده الحقيقة فكرة إن الأهلي يشارك في بطولة بحجم كاس العالم للأندية فأنت بتتكلم عن مكاسب على كذا صعيد بتتكلم عن مكسف فني وتنافس خاضوا النادي الأهلي قدام مدارس كرة ما بيكونش متاح للأندية الأفريقية إنها يتنافسها غير في بطولة أو محفى العالمي زي كاس العالم للأندية فكرة إنك تلعب مع فريق بحجم بايرنا ميونيخ وتخوض هذه التجربة وتلعب نجوم العالم اللي هم بيمثلوا النادي الأقوى والأبرز في العالم حاليا وشفنا طبعا الحالة حتى الإنسانية اللي كانت موجودة بالنجوم النادي الأهلي ونجوم بايرنا ميونيخ سواء ما قبل المباراة وشفنا الفيديو الشهير اللي كان فيه تواصل بين لعيب الأهلي هو العلاقات بين الأهلي وبايرنا ما بدأتش بس في مونديان العالمي لأندية أعتقدنا على علاقات ممتدة وعلى مستوى رسمي وعلى مستوى إدارات مختلفة بتربط بين الكائنين دول واحد أكبر يعتبر أكبر في القارة الأفريقية والتانية يعتبر مكانات الكبيرة في أوروبا برده طبعا وإحنا شفنا يعني في خلال السنوات اللي فاتت كتير من الزيارات لإدارات النادي الأهلي النادي بايرنا ميونيخ والزيارات متبادلة كمان من جانب إدارة بايرنا ميونيخ وشفنا تصريحات من كار هينز رومينيجا أكتر من مرة عن النادي الأهلي وأكتر من مسؤول في بايرنا ميونيخ العلاقات كانت على المستوى الرسمي لكن فكرة أنت تلاقي بايرنا ميونيخ وطبعا كان فيه في 2012 مباراة شهيرة بين الأهلي وبايرنا ميونيخ كمان لكن فكرة أنت تواجه كلاعبي النادي الأهلي فريق بايرنا ميونيخ في مباراة رسمية في بطولة رسمية بتشهد تخطية عالمية بهذا الحجم وتقطيع إعلامية من مختلف الصحف الأوروبية والعالمية في كل القراط فهنا الوضع مختلف زي ما قلتلك ما كانش مثلاً أبداً ممكن نشوف أن فيه فيديو أو تقرير بيجمع بالنجوم النادي الأهلي ونادي بايرني ميونيخ بالشكل اللي شفناه وكان فيه طبعاً جانب فاني وده الحقيقة من مميزات السوشيال ميت مصابعات النوت اللي هي كلام العربي وكلام الألماني دايماً حتى في أوروبا بيتنظروا باللغة الألمانية أنها أصعب لغة في العالم دايماً بيقولوا كده عن اللغة الألمانية لا مصنع الكراسي يبقى مصفور جداً في ألمانيا من بعد اللقاء الأول أساساً ده حقيق فيعني الحالة دي لما تكون عبر مباراة رسمية فأكيد بتكون مختلفة ده جانب كان إنساني وشفنا حتى لسه العلاقات ممتدة وشفنا تويتات متبادلة بين نجوم النادي الأهلي ونجوم بايرني ميونيخ بعد نهاية البطولة وتصريحات للعيب بايرني ميونيخ على لعيب النادي الأهلي والعكس بعد المباراة يعني دي حالة إنسانية يكسبها النادي الأهلي من هذه المباراة أو من هذه المشاركة باعتبار طبعاً كان بايرني ميونيخ هو النادي الأبرز في هذه البطولة الجانب الثاني هو زي ما قلت لك الجانب الفني وإزاي أنت بتخوض قدام مدارس بتتكلم في نادي تحيل القطري مدرسة مختلفة طبعاً تماماً غير بايرني ميونيخ غير بالميراس حتى بتسقل أنت جودتك كنادي كفريق كورة الخبرات اللي أنت بتضاف لك والثقة اللي أنت بتاخدها لما ترجع ببرونزيا وتكسب بطل أمريكا الجانوبية وده يعني انتصار مش هاين وش أوليك لما تكسب بطل لبرتادوريس ده حاجة بتتسجل في التاريخ يحسب للأهلي ويحسب للكورة المصرية ويحسب كمان للكورة الأفريقية يعني إحنا كنا بنتكلم حتى على أن مشاركات أبطال أفريقيا في نسخها المختلفة محدش قدر يبعد عن مركز الخامس يعني أحسن إنجاز حصل في آخر خمس ست مشاركات لأبطال أفريقيا في كاس علانة الأندية كان أفضل مركز حقا هو مركز خامس فكون الأهلي يوصل لبرونزيا وعلى حساب بطل أمريكا الجنوبية يعني بتهلي كمان ده بيصب في مصلحة الكرة الأفريقية بشكل أو بآخر هو طبعا كان فيه بعض الإنجازات لأن ده أفريقيا مزيم بمثلا إدر يوصل فينا لو حتى فيه إنجاز ما يحسبش أنا أتكلم بس على آخر خمس سنين تحديدا آخر خمس بطلال آخر خمس نسخ يعني بالضبط كنا بعيد أنا كنت حتى يعني كنت في الـ لما كنت بتابع أخبار التغطيات وتحديدا الميديا المصرية يعني لما كان دايما بيتكلموا أن الأهلي ممثل مصر كنت أنا بفضل حتى لما أنا كنت بكتب الأهلي بيمثل أفريق لأن أنت بتلعب بإسم قارة ما بتلعبش بإسم بلد أنت بتمثل كل دول أفريقية فالأهلي طبعا كان خير ممثل للدول الأفريقية في البطولة دي وزي ما قلتلك مش على المدى القصير يمكن ضغط الموسم ده والأهلي رجع على كاس مصر ومن بعدها دخل على دوري يعني فيه ضغط مباراة القيمة أو الفاليو اللي أنت هتاخده كفريق من خلال الخبرات اللي خدتها الخبرات الفنية دي بتظهر على المدى البعيد طبعا طبعا فلما تفرق في مستوى الثقة بالنفس تفرق في مستوى خبرات لعبتك وهي بتلعب بعد كده حتى لما بتيجي تلعب فرقة تقيلة هم لعبوا اثنين من قتل فرقة العالم بطل أمريكا الجنوبية وبطل أوروبا في مباراة رسمية حسوا بإمكانياتهم حسوا يقدروا يعملوا إيه مع الأسماء من العارة التقيل فبالتالي ده بيدي للعيب خبرة وبيدي له تقل وبيدي له ثقة بنفسه بشكل كبير جدا مؤكد أنت لما تيجي النهاردة تتكلم عن موقف صعب كان الأهلي محطوط فيه في بطول الدوري أبطال إفريقيا لما كان توجب علي أن يفوز على فيتا كلاب أو يرجع بنتيجة إيجابية من الكونغو فمؤكد أنا متأكد أنه لما موسيماني أو الجهاز الفني قعد مع اللعيبة قال لهم يعني أنتوا كسبتوا بالميراس وقدمتوا عرض محترم قدام باير ميونيخ وشوفوا الميديا اتكلمت عنكم إزاي وكسرتوا الدحيل على أرض ودحيل فريق مليان نجوم ومليان أسماء كبيرة ففكرة أنت تكون خط هذه التحديات وخرجت منها منتصر في أكثرها فلما تيجي تواجه فيتا كلاب فمؤكد أن شيء هيكون عادي بالنسبة لك أن أنت ترجع بماكس هي دي فكرة الثقة اللي أنا بتكلم فإيضا طبعا عن أن الأهلي في الأساس نادي كبير ونادي عنده شخصية ده جزء ده متقصل في النادي الأهلي من زمان لكن أنا بتكلم يا شخصية النادي الأهلي جات من إيه هي الفكرة يعني النادي الأهلي مؤكد أنه ما تولدش عنده شخصية بطل وما تولدش فريق كبير دي ترقومات بدأ أنه يتأسس بشكل صحيح بدأ أنه يستقطب العيبة نجوم بدأت الجماهيرية تزداد وخطوة بخطوة بخطوة بتتكون وبتتبلور شخصية الفريق ويتحول لهذا الكيان اللي احنا بنتكلم عليه دوله طب خليني أخذ حضرتك وروح دايما اللي يحب الكورة دايما يحب المقارنة يحب المقارنة بين لا عيف مركز ومركز يحب يقارنوا بالنادي ونادي يحب يقارنوا بالنجم ونجم وإحنا يمكن على مدار عشرة سنين الأخيرة ويمكن أكتر كانت المقارنة القوية اللي اختلفت عليها كل وجهات النظر ما حصلش على الاتفاق كانت دايما بين كريستانو رونالدو ولين الميسي في الفترة الأخيرة دخل معاهم كمان محمد صلاح بشكل من الأشكال خلينا نشوف كده من خلال بعض الأرقام أهم طبعا جدول مع حضرتك هنشوفه الوقت كمان على الشاشة مع حضرتكم تعليق لنا كده عن مشاركاتهم وإحصائياتهم وأرقامهم اللي حققوها مع فرقهم صلاح مع الليفر ميسي مع البرسا ورونالدو طبعا مع اليو في طبعا زي ما احنا شايفين المقارنة بتتكلم عن كل النقاط اللي ممكن احنا كمتابعين كورا نكون مهتمين ان احنا يعني نصنبطها أو نقيم بها أداء لعب أو نحط لعبين في مقارنة مع بعض من خلال هذه النقاط طبعا مع اختلاف كل لعب يلعب في دوري مختلف عن التاني لكنهم كلهم بيلعبوا في دوريات كلاس ايه الانجليزي أو الأسباني أو إيطالي طبعا محمد صلاح خاض 40 مباراة في مقابل يونيل ميسي بنفس العدد 40 مباراة وكريسيانو رونالدو 34 مباراة نتكلم عن اجمال في مختلف البطولات طبعا الإجمال للأهداف المتوقعة لكل لعب من خلال الفرص اللي اتيحت ليه كان 20 هدف لمحمد صلاح 31 هدف ليه ميسي و 26 هدف ليه كريسيانو رونالدو الأهداف اللي أحرزها محمد صلاح 25 ودي نسبة محترمة أو رقم محترم 25% تعريبا بالظبط نسبة طبعا يعني فكرة ان محمد صلاح قدر انه يحرز أهداف من فرص ما كانتش محطوطة في تقييم انه هي فرصة محققة لتسجيل هذا وده طبعا نسبة محترمة ودي يعني تدي أفضلية أو تدي فاليو أو قيمة أكبر لللاعب لما تيجي تقارن ال 31 فرصة أو هدف متوقع ليوني الميسي يعني عمل 100% وأحرز 31 هدف منهم كريسيانو رونالدو نفس الشيء صار على ضرب محمد صلاح وأحرز أهداف أكتر من إجمال الأهداف المتوقع أحرز 30 هدف من 26 هدف متوقع الأهداف من خارج منطقة الجزاء برضو دي بتديك يعني انطباه عن شكل أداء اللهاب بيكون عامل إزاي أو طريقة تحركاته في الملعب محمد صلاح احنا عارفين إنه هو جناح أكتر ففكرة إنه يكون على حدود المنطقة في منطقة الوسط ويقدر يسدد ما بيكونش كتير ودايما بيكمل طريقة لعب ليفربول زي ما أنت عارف وبيكمل جوه الملعب أو من هجمات مرتدة وبيكمل بالكورة جوه منطقة الجزاء وبيخلص بيفنش من جوه منطقة الجزاء فبالتالي أحرز 24 هدف من داخل منطقة الجزاء وهدف واحد من خارجها في مقابل ليونيل ميسي كان عنده فكرة التوازن يعني ليونيل ميسي السنة دي شفنا أكتر من كورة كان بيسدد ويعني زود عنده ليونيل ميسي من الموسم ده زود عنده ملكة التزديد وشفنا طبعا التزديدة الأخيرة في مرمى باريسان جيرمان الهدف الشهير اللي تم اختياره أفضل هدف في الجولة في دور الأبطال 21 هدف من الخارج وعشر أهداف 21 هدف من داخل منطقة وعشر أهداف من خارجها كريستيانو رونالدو كمان أحرز 27 هدف من داخل منطقة وثلاث أهداف من خارجها كريستيانو متشابه مع صلاح أكتر من ميسي إلى حد كبير ميسي الوحيد المختلف عنهم بعلية ميسي أكتر من بره المنطقة على عكس من صلاح وكريستيانو من جوه السندوق لأن طريقة لاب كريستيانو ومحمد صلاح إلى حد ما السندي متشابه كريستيانو بيلعب في الجناح الشمال بشكل كبير وبيكمل جوه منطقة الجزاء نفس الشيء محمد صلاح بيلعب في الجناح اليمين وبيكمل جوه منطقة الجزاء لكن ميسي ياخد الحرية مع برشلون الشيء كبير فهو دايما ميسي يحب يتحرك حولين المنطقة وميسي كمان عنده تركيز أكبر في مسألة الأسستاتو دي هنشوفها في المقارنة اللي بعد كده اللي هي صناعة الأهداف مؤكد يعني أكيد كلنا نتوقع أن ميسي يكون لي الأفضلية في هذه النسبة محمد صلاح صنع أربع أهداف لزملائه مقابل عشر أهداف صنع حليون الميسي وأربع أهداف للكريستيانو رونالدو كأن يعني أحصائيات صلاح صورة كربونية إلى حد كبير من أحصائيات كريستيانو رونالدو الصناعة الفرص بقى دي بعيدا عن صناعة الأهداف صناعة الفرص اللي يعني فيه احتمالية أنها تحرز أهداف سواء الفرص المحققة اللي هي أهداف متوقع أو فرص يعني غير محققة اللي هي فرص سانحة للمهاجمين حمد صلاح أحرز أو صنع 57 فرصة لزملائه في مقابل 107 فرصة لليون الميسي وده رقم يعني ضخم جدا يعني آه طبعا رقم مرعب 107 فرصة بس منطقي أنه من 107 صناعة فرصة يبقى فيه صناعة 10 أهداف يعني النسبة والتناسب قريبة ونفس الحكاية تنطبق على صلاح هم نتكلم تقريبا على أنه 10% هي نسبة الفرص المحققة أو صناعة الأهداف المحققة من إجمالي عدد الفرص المصنوعة وده يعتبر معدل كويس بالضبط معدل مناسب جدا وبرضو تقريبا إلى حد ما يعني طبعا صناعة الفرص عند محمد صلاح تتفوق على كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو صنع 44 فرصة أي معدل التمريرات الصحيحة خلينا نتكلم في المعدل بشكل 83% أو 83% أو 81% قريبة من بعض لكن برضو طبق الأفضلية لليون الميسي باعتباره يعني هو دايما عنده رمان تلمزين في رجلي يعني مؤكد في التمريرات الصحيحة برضو لا وميسي أتفوق مش بس في النسبة المقاوية لأنه عدد التمريرات اللي عملها ميسي رقم كبير جدا مقارنة بصلاح ورونالدو يعني هم نتكلم في صلاح 33% و34% رونالدو معدل التمريرات ونتكلم في ميسي 72 بزبط نتكلم على نسبة دقة في عدد كبير جدا من التمريرات الصحيحة مرر 28 تمريرة صحيحة من ضمن توتال 33% ميسي 61 تمريرة من توتال 72% وكريستانو رونالدو 27 تمريرة صحيحة من توتال 34% حتى يعني إجمال التمريرات والتمريرات الصحيحة عند برضو صلاح ورونالدو تلاقيها قريبة من بعض ده قفرت سابعا في المباراة الواحدة آه بالزبط نروح لاستخلاص الكرة الناحية الدفاعية بقى الآخر نسبة بقى استخلاص الكرة استخلاص الكرة ودي برضو بتديك يعني انطباع عن مجهود اللي في الملعب ومشاركته في الحالة الدفاعية صلاح استخلاص 15 كرة ودي بشكل عام في الملعب يعني سواء في نص ملعب الخسم أو في نص ملعب الفريق الخاص بيه استخلاص 15 كرة من ضمن 27 محاولة ميسي استخلاص 13 كرة من 24 محاولة وانا شايفه برضو رقم بالنسبة لليون الميسي وطريقة لابه في برشلونة ده رقم كويس انه يستخلصها طبعا يعني انه يعمل 24 محاولة محاولة استخلاص يعني ده رقم كريسانو رونالدو وضح برضو انه عنده الباور دايما كريسانو رونالدو بيحاول وعنده فكرة العنفوان في اللاب فحاول 35 مرة نجح في 17 مرة طيب انا الارقام دي هتكون مدخل للسؤال المهم تمام وانا عارف انه اللغة الارقام والاحصائيات بقت جزء اصيل واساسي في عالم التقييم من كرة القدم لكن انا عندي السنة دي تلات فرق دول رغم ان هم كانوا مسيطرين في السنوات الاخيرة على الكرة على الاقل محليا اليوفي في ايطاليا بارسا في اسبانيا والليفر بول في انجلترا لكن السنة دي محليا التلاتة بوعات جدا يبقى انه لأول مرة من سنين طويلة اليوفي والبارسا برا دور التمانية في دوري الابطال وصلاح هو الوحيد اللي موجود واعتقد انه القرعة الى حد ما لو تخطى الريال عنده فرصة كبيرة جدا لوصول للنهائي من وجهة نظر حضرتك الارقام دي او المقارنات اللي احنا استعرضناها دي مع فكرة افضلية صراح في ان نوصل لنهاية شامبيونز دي ممكن تأثر على فكرة افضل لعب في اوروبا السندي او ممكن تزود من فرص صراح في الفوز بلقب افضل لعب في اوروبا السندي ولا دي قصة ودي قصة تانية شوف يعني يعني انا كنت طبعا تشرفت ان انا كنت الممثل اعلامي المصر في اختيار جوائز الفيفا السندي اي في جوائز دا بست ولما الفيفا تواصل معنا علشان يديلنا الروز او الكريتيريا القواعد اللي هنعتمد عليها لشان نختار افضل لعب من ضمن 11 لعب اللي اللجنة الفنية للفيفا رشحتهم الحقيقة حطوا العديد من المعايير كان من اهمها البطولات اللي احرزها كل لعب واللي كان ليه دور مؤثر فيها مع فريقه والبطولات دي كان الفيفا بيركز بشكل كبير على المنتخبات الوطنية زائد النادي يعني دايما بطولة المنتخب لو في سنة في بطولة قرية دايما التقييم بيكون يعني ليه تقييم مختلف عن البطولة المحلية او البطولة القرية مع النادي بس مستوى العالم طبيعي انه يبقى المنتخب موجود لكن لما يتكلم على مستوى اوروبا تكلم عن الانديها طبعا هتبقى بتغلي منتخب مش هيبقى داخل في الحسابات تمام تمام لو بنتكلم عن اوروبا فرقم واحد خلينا لو لو عملنا اكسيكلود للبطولة مع المنتخب فهتكون البطولة القرية مؤكد ان الفوز بدوري الابطال يعني مثلا لما فيرجل فندايك فاز بافضل لعب افضل لعب في اوروبا كان فيه دور كبير او السبب لده انه كسب دوري ابطال اوروبا مع ليفر بول ومش بس كسب كان ليه دور مؤسر طيب رغم انه مدافع لكن كان ليه دور مؤسر في هذه البطولة هو بين الدورة حسنادي طبعا طبعا بين جدا اكيد الغياب واضح ومؤسر السنة اللي فاتت او اخر جوائز ليفاندوفيسكي كان بسبب انه قاد بايرني ميونيخ لدوري الابطال فالسنة دي اعتقد ان اللاعب اللي هيفوز بدوري ابطال اوروبا اذا كان بيقدم او كان من ضمن صفوة النجوم في الدوريات المحلية وليكن مثلا كيليا نمبابي ادريا 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 يخد باريس سان جرمان للفوز بي او نمار او نمار طبعا لكن نمار غاب شواء يعني لكن دايما اللقطات الاخيرة بتبقى مؤسر والشركات الرعي احاك عارف الاسبونسورز وكده بيبقى ليهم اعتقد سيف الكلام ده اكيد ونمار واحد من النجوم المؤسرة جدا يعني مؤكد بس دلوقتي بص السوق والماركتنج رايحة لامبابي لان حواليه قصص فلا امبابي بدأ يخطف الادواء طبعا هيكون خلاص لان احنا مصلحتنا بي اج ما يكملش او مصلحتنا يعني او امبابي خطر علينا وعندنا ليفندوفس بي كمان بيقولوا هيغيب خمس ماتشاط عن البايرن بسبب اصابة الرجبه دي اهمهم طبعا وبراتين فاليس ابو صلاح هنكمل كلامنا على شامبيونس ديج والمواجهات المنتظرة الحقيقة من ماتشاط مهمة جدا اسبوع اللي جاي بس خلونا نروح لفاصل ونرجع مرة تانية مع دكتور وليد الحديدي في السابسة اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية نطمن حضراتكم بداياتا كده بعثة النادي الاهلي وصلت بسلامة الله للسودان لسه الخبر وصل لنا حالا الف حمد الله على السلامة وان شاء الله هنتابع تطورات وصولهم واستقبلهم طبعا لغاية لما يوصلوا لفندق الاقامة بألف السلامة دكتور وليد كنا من الكلمة على شامبيونس ديج وفرص عندي اربع لقاءات يعني فيه طبعا لقاء الجبابرة بي اجي وبي ميونيخ ده نهائي مبكر ونهائي مكرر لنسخة الاخيرة عندي لقاء خلينا نسميه انقاذ ما يمكن انقاذه ليفر بول مع ريال مدريد ولقاء الثقري والناري برضو من ناحية السيناريوهات بتاعت النهائي اللي جمع بينهم من سنتين وعندي لقاء الباحثين عن فرصة دورتموند ومنشستر سيتي اللي بيقدم الحقيقة السندي واحد من اروع الموسم مع باب جورديولا ومرشح بقوة ايضا وعندي لقاء يكفينا شرف الوصول لذور الثمانية تشيلسي مع بورتو تشيلسي الحقيقة يمكن مع تاخل جديدة بس بتهالي بعيد شوية عن المنافسة نبتدي بي اش جي والبيرن بتشوفوا ازاي خصوصا بعد ما تم الاعلان عن غياب ليباندوفسكي طبعا هو مبدأيا ويمكن من مرات الاليلة جدا اللي في تاريخ الشامبيونز ليج اللي دور الثمانية بيكون فيه مطشين هم اخر انهائي ليفر بول ريال مديد 2019 بيلعبه في دور الثمانية تشيلسي وسوري باريس سان جيرمان وبايير ميونيخ بيلعبه كمان في دور الثمانية المواجهة دي مواجهة منتظرة لان القرع زرمت التمانية دول يا دكتور وليد يعني لحد الماء بس بص هو دايما بيكون فيه في دور الثمانية مواجهات كبيرة يعني شفنا قبل كده باريس سان جيرمان بيلعب برشلونا ويعني شفنا مواجهات تقيلة في دور الثمانية قبل كده وشفنا السيتي بيلعب ليفر بول علامات هزاق يعني شفنا مبارات كبيرة بس مثل كانوا حطوا بايرن مع بورتو وشيلسي مع بياجي كنوا نتمنى اذا عرف المواجهات التقيلة دي كل ما بتقرف في الأدوار من التتويج بتبقى المواجهة والتصادم أقوى والحوافز أعلى فتبقى فيها كرة ممتعة بس وانت تحس ان الويفا زمان كده كان بيزبط الدنيا ويخلي السيمي فاينال دايما يعني أربع أطراف كبيرة تحس ان كانت يعني المواضيع والكور السخنة والكور البردة اللي اهنا كنا نتكلم عنها بدون دليل بس يعني كانت دايما الفرق الكبيرة فعلا بتفضل بعيدة عن المواجهات الكبيرة لحد السيمي فاينال وتلاقي دايما السيمي فاينال أتقل أربع فرق أه أطلع أتقل أربع فرق لكن انت النهاردة بتخسر اسم كبير ما بين منشستر ما بين ليفربول وريال مادريد اسم منهم مش هيكون موجود في سيمي فاينال وما بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ فده برضو هتكون خسارة كمان للبطول لو هنتكلم عن هذه المباراة غياب ليفاندوفيسكي هو الأنوان لأن يعني بلا مبالغة ليفاندوفيسكي بيمثل نصف قوة بايرن ميونيخ وطبعا فريق جماعي وفريق متكمل واليوقع بدنية وتاكتك وثبات في الأرض الملعب وكل يعني اللي انت عايز تقوله عن القرى قوله عن فريق بايرن ميونيخ السنة اللي فاتت والسنة دي لكن دايما هو يعني المخلصات بتاع الفريق اللي هو رجل الفريق الأقل هو ليفاندوفيسكي القوة ضربة وكمان ليفاندوفيسكي مش بس مكينة أهداف يعني لا تقاوم هو كمان تواجده في الملعب بيفتح لجنابري وبيفتح لمولر وبيفتح لكومن وبيفتح لكيميتش يعني حتى وجوده في الملعب كمان بيدي فرص لزملائه لما هو بيتحرك برا المنطقة وبيعمل التحرقات اللي كلنا يعني بنتابع عليها بايرن ميونيخ سواء في الدوري الألماني الكفة بتاعة البايرن بليفاندوفيسكي كانت أتقل إلى حد الماء من بي أس جي بعد غياب ليفاندوفيسكي بنقدر نقول أنه في تساوي متوازن لكن أنا منتظر بقى أشوف شخصية باريس سان جيرمان لأنه عودنا أنه دايما في دوري الأبطال تحديدا بيجي عند اللقطة الأخيرة المنتظرة وبيجيب وراء لأن فعلا الشخصية اللي تكلمنا عليها في أول الحلقة مش اختراع في الكرة أو مش حاجة وهمية في الكرة لأ دي حاجة حقيقية وموجودة ومرتبطة دايما بالانتصار فأعتقد باريس سان جيرمان قاد يكون تعلم الدرس وإن كانت اللقطة على ملعب حضوقة الأمراء ودام برشلونة في القياب مدتناش انطباع أنه هو ده باريس سان جيرمان القوي اللي عنده الشخصية لما تراجع وكان يعني الحظ يمكن هو اللي هو في جنبه وحرم برشلونة من ريمونتا دا فطبعا مباراة للمتعة يعني هنا نطفق ليفر بول الريال أنا حاسس أن ليفر بول هينطفق في هذه المباراة طبعا موسم يعني ما اعتبرش من أفضل مواسمهم دا أكيد فرصهم في الخروج ببطولة يعني هي دي الفرصة الأخيرة بالضبط كدعيفة جدا وبتاقي دا الأمل الوحيد إنقاذ ما يمكن إنقاذه زي ما قلت اللي شفته من خلال باعتبر ليفر بول يهمنا بشكل أكبر طبعا لوجود محمد صلاح اللي شفته من ليفر بول أنه بيقدم أتيتود وحالة مختلفة وشخصية مختلفة في دور الأبطال السنة واضح إنهم رموا طوبة الدور الإنجليزي من فترة وحتى بدأت تصريحات يورجين كلوب كده يعني تميل إنه هو بيركز في دور الأبطال بشكل كبير حتى في بعض المباراة قبل مثلا مباراة لايبسيك أتذكر كانوا بيلعبوا فولهم لعب بالصف الثاني يعني وشال اللعيبة الأساسيين لمباراة لايبسيك فواضح إنه هو مركز بشكل كبير على دور الأبطال ليفر بول يفتقد مؤكد فرجل فندايك هو كان مش بس برضو إنه هو مدافع وبيعمل تاكلينج وبيعمل يعني بيمنع الأهداف عن مرمى فريق ولكنه كمان كان قائد ما نشفت يعني الحياة قرية الإنجليزية كتير بتتكلم عن تأثير غياب فرجل فندايك وراحوا معظمهم على فكرة إنه كانت زي كقائد في غرفة الملابس وبيدي الاستقرار وشوفنا حتى بعد تعاد وبدأت شوية يعني الأخبار أبعد المشاكل قدت اللبس تفك شوية في ليبقوا طبعا 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 حتى مع قوة شخصية هندرسون وكل شيء لكن فندايك كان حالة مختلفة يعني اللعيبة كانت بتحبه ده بره الملعب جوه الملعب كمان فكرة إنه دايما قم بيقود الهجمة ودايما بيعمل زيادة من تحت وبيوزع اللعب بطريقة بتسهل على خط وسط وخط هجوم ليفر بول إنه يشكل خطور على مرمى المنزل فكل دي تفاصيل هو مش حتة لعب أو مجرد مدافع غاب عن النادي لا ده حالة كاملة افتقادة فريق ليفر بول بس خليه برضو أخذ من حتى دي إنه ليفر بول في الشامبينز ليج نسخة مختلفة عن ليفر بول في البريمير ليج يعني حاسيني إنه ترابط الفرقة وتمسوكها ورغبتها وإصرارها في مباراة الشامبينز ليج حتى في مواجهتهم الأخيرة أمام لايبزيج الألماني فحس لقى إنه الفريق عنده الرغبة وعنده القدرة ومتماسك وقادر يحقق الفوز برة وقادر على عكس الدوري للحقيقة يعني كل اللي بيعدي بيعلم على اللي فاكور رياح الدوافع مختلفة الدوافع مختلفة زي ما أنت قلت في تقديم المباراة وهي الفرصة الأخيرة في الجانب التاني برضو ريال مدريد قوة لا يستهام بيها وريال مدريد مش بس بقى السنة دي ريال مدريد على الدوام دايما يظهر لنا في دوري الأبطال بشخصية واجهة مختلفة عن الدوري المحلي بشكل كبير يعني مع سيطارة برشلون على البطولات المحلية في آخر 7-8 سنين كان ريال مدريد موجود بيحترق واجهة بثلاثة دوري أبطال وراء بعض فدايما شخصية ريال مدريد بتكون مختلفة عودة المصابين اللي كان افتقدهم ريال مدريد واثروا على أداءه على رأسهم سيرجيو راموس وكان قابليه كريم بنزيمة شوية أعادت الاستقرار لشكل أداء ريال مدريد لكن لسه برضه ما بيقدمش المنتظر منه في البطولة المحلية طبعا هتكون مباراة 50-50 بس أنا عندي إحساس أن ليفر بول هيعدي طيب يبقى كده نقول فرص بي أجي و طيب اختر لنا معلش اختر لنا حد من بي أجي و وباير ميونيخ وأختار باير ومن ليفر بول والريال ليفر بول ومن منشستر سيتي ودورتموند لا السيتي أقرب والسيتي أقرب وخلي بالك ما حدش أبدا يقلل من حظوص تشيلسي السنادي لأن مع تخل هم كان عندهم أسماء ونجوم من بداية السيزون لكن لامبرد ما كانش عارف يوصل للتوليفة والهارموني المنات تخل عام النقلة تخل اللقاء ده عارف يحط تاكتك مناسب للأسماء اللي عنده فأعتقد أن تشيلسي يكون رقم صعب في هذه لما كنت أتكلم مع حضرتكم من يومين أو المسأة اللي قاله دكتور وليد ده على فكرة الكيميا، الانسجام، التجانس، التقارب في كل المستويات ما بين اللعيبة وما بين الجهاز الفني بتحصل أنه نفس القماشة مع مدير فني مختلف ممكن تلاقي المستوى والأداء والنتائج في حتى تانية خالص ده دي تجارب سابقة وشفناها كتير جدا حصلت معنا هنا وبتحصل فيه كتير من قندية العالم حتى القندية الغنية اللي زي تشيلسي طيب خلينا روح مع حياك بقى لسؤول الانتقالات سريعا جدا احنا سمعنا يعني حقيقة يمكن بقالنا شهور بنسمع عن الانتقالات الصيفية وبنسمع عن اهتمامات قندية كبيرة جدا بأسماء معينة بعينها كمسة كبار الحقيقة يمكن التركيز عليهم بشكل كبير ميسي اللي كان عنده أزمة في بداية الموسم مع باشلونة واعلن عن رغبته في الرحيل وتم الضغط عليه واستمر بعد اختيار لابورتا لتتوقع انه يستمر ولا لا عندنا كريستيان رونالدو اللي أصبح برضه محل شك انه هو يكمل مع اليوفي حال تنتهي مسيرته ولا نشوفه بيرجع لمنشستر يونيتد ولا البي اج دي ممكن يكون مهتم صلاح كان اسمه بيتردد امبابي وطبعا النجم النرويجي المتقلق مع دورتموند هولند واحد من الأسماء المرشحة بقوة للمغادرة في الموسم القادم المركاتو الصيف القادم هيكون واحد من أغرب أسواق الانتقالات في تاريخ القورة ليه لأن فيه أربع خمس أندية عندهم أربع خمس نجوم صف أول وكأننا هنعمل حالة تبديل وتوفيق بين هذه الأندية وبعضها باريس سان جيرمان عنده كيليا نمبابي خلاص هو وصل لمرحلة التشبع في باريس كيليا نمبابي عنده رغبة كبيرة أو أولوية أنه يروح ريال مدريد أعتقد ريال مدريد عنده أولوية كمان أنه يشتري نجمة من نجمين لأنه صعب جدا ريال مدريد علشان الظروف المالية اللي بتعيشها كل الأندية أنه يشتري النجمين هولند وامبابي آخر حاجة يمكن أعلنها من 48 ساعة بالزبط أنه ريال عارض ثمن لعيبة للبيع وبيرصد مبلغ في حدود 300 مليون يورو لضم امبابي وإيرلنج هولند الموضوع مش بس قيمة الانتقال المشكلة كمان هتكون في الراتب لأنه صعب أن ريال مدريد يوفي راتب ريال مدريد مش عارف يجدد لراموس علشان الراتب بتاعه فرق 2-3 مليون يورو ممكن يخله راموس يسيب وعندهم تجديد سانتياجو برنبيه واخد منهم 500 مليون طبعا ده موضوع الموضوع من بدري يعني هو ده اللي عمل الأزمة أصلا ما همك الفلوس بيجددوا ليه؟ لا بيجددوا عشان يجيبوا فلوس طبعا أكيد طبعا لو شفت طبعا أكيد شفت صور المشروع والعائل منه هيكون عامل 600 مليون هيجيولوها يعني أضاف مضاعفة طبعا طبعا أنا روحت سانتياجو برنبيه وعملت تور جوه تشوف التوابير عاملة إزاي يعني ملايين حرفيا بتدخلهم شاريا ما بالك بعد التجديد هيبقى عامل إزاي محمد صلاح عنده رغبة دلوقتي أن يسيب ليفربول لكن ليفربول متمسك به أنا أتوقع أن واحد من هالند ومبابي واحد فيهم هيكون في ريال مدريد واحد في برشلونة قد يكون مبابي في ريال مدريد وهالند الأقرب برشلونة ليون الميسي أعتقد أنه فكرة الرحيل بدأت تتقلص بعد ما بدأوا يخطبوا وده في مفاوضات مع أجويره ولا بورتو أعتقد كمان ممكن يقدم يعني فروض الولاء والطاع لمسي بحالة دلوقتي طبعا كل حاجة ممكن تختلف لكن بدأت يعني الرغبة زي ما برضو بدأ هو يعني حالته في الملعب تكون مختلفة وحالته النفسية بتكون مختلفة أعتقد أنه هيبقى واستمر مع برشلونة كريستانو رونالدو يعني وضعه مش باين بس إذا باريس سان جورمان خسر كيليان مبابي ومقدرش يعوضه بصفقة وما طبعا عندهم تارجة محمد صلاح حاليا عشان كمان فكرة التسويق في الشرق الأوسط قد يتفاوضوا مع رونالدو مدرستين مدرسة بتقول أنه قاني الأوان لصلاح أنه يتحرك من الأنفلد يروح لفريق يخد تجربة تانية خصوصا مع اسم من الأسماء الكبيرة زي الريال زي البارسة مدرسة تانية بتقولك لا صلاح بقى أسطورة في الأنفلد عمل أرقام قياسية من الصعب جدا كسرها من الأفضل أنه المسيرة تمتد وأنه الأرقام دي تتضاعف ويبقى واحد من آيقونات على مدار التاريخ آيقونات الليفر أنا من أنصار المدرسة التانية بشكل مطلق محمد صلاح ليفربول نادي يوجد صناعة أسطير ومحمد صلاح في فترة قليلة جدا سنتين ثلاثة قدر يحط نفسه ضمن هذه الأسطير ففكرة الرحيل هي مغامرة غير مضمونة غير مأمونة للعاقب أنت وصلت للكيميا والحالة والشكل اللي انجحت بيه وبقيت سوبر ستار نادي ليفربول اللي هو واحد من أعرق وأكبر الأندية في العالم فوزت معهم بأقصى شيء ممكن يفوز بأي لعب ويدخل ويلاحق أي مجد دوري الأبطال والدوري الإنجليزي ودخلت ضمن التوب سري في أفضل لعيب العالم مفيش حاجة ممكن تاني أفضل تتحقق معنادي تاني غير أنك تبقى ايقونة وتكون رمز وده مش هيتحقق إلا باستمراره صحيح برضو أنك تبقى لعيب مصري وتلبس تيشرت ريال مدريد وتكون أول لاعب مصري يلعب في فريق زه الريال أو البرسا برضو بيتقالي حلم صعب ومقاومته هو حلم وعنده صلاح حلم بس برضو في حلم تاني أنك ممكن تكون أول لعب مصري تبقى ضمن البورد بتاع ليفربول أوليك تمثال في مدخل أنفين وده طريق محمد صلاح داخله يعني هو قريدي على أول خطوات فطبعا الخير صعب لكني أفضل استمراره الحياة شرفتني ونقرتها دكتور وليد استمتعت جدا وأتمنى تكون دفع علينا دايما لما نجي نتكلم في الأوروبي والعالمي يهمنا جدا تكون حد شخصية بقيمة حضرتك أتصرف طبعا بالتواجد محرك دايما وعبر شاشة قناة الأهلي وخلص تحيات لكل المشاهدين ودايما نلتقي على خير حسام عيسى وأيضا نائب رئيس نادي المريخ السوداني كانوا في استقبال بعثة النادي الأهلي استقبلوها في المطار وخلصوا كل الإجراءات الخاصة بالوصول ويمكن دقايق وسيطة وتكون بعثة النادي الأهلي في مقر إقامتها بالسودان كل التوفيق إن شاء الله لأبطالنا في مباراة مهمة جدا وصعبة جدا في مشوار النجمة العشرة يوم السبت إن شاء الله بشكر حضراتكم على المتابعة وتحياتي لكم